أكثر من 1230 خرقا ارتكبتها ميليشيا إيران منذ بدء سريان الهدنة الأممية وحتى 12 من إبريل الجاري خروقات توزعت بين مأرب وتأز وحجة والحديدة والصعدة والضالع والجوف الأرقام التي أوردها الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبد مجلي لا تبدو مستغربة لدى من يعرفون الحثيين أو تعرضوا لغدرهم القائم على أيديلوجية إيرانية ترى في الغدر بالآخرين وخديعتهم شعيرة من الشعائر لكن المستغرب وفق مراقبين أن تتزمن أعنف موجات التصعيد الميليشيوي الناسفة لكل هدنة مع زيارات المبعوثين الأمميين أو الوفود إلى صنعه في كل مرة وهو ما يفرض في أفضل حالات حسن الظن التساؤل عن مدى الإدراك الأممي للانطباع المتولد لدى ملايين المدنيين الذين تنزل الصواريخ الباليستية على أحيائهم السكنية في مأرب على سبيل المثال في التوقيت ذاته الذي تجتمع قيادات الميليشيا مع المبعوث الأممي خروقات الميليشيا وتعزيزاتها وحشودها العلنية نحو الجبهات فضلا عن استهدافها للمدنيين كل هذا الغدر الناسف للهدنة يتزامن مع استمرار لقاءات القيادات والمكونات اليمنية في الرياض وما بين المشهدين يبدأ تململ الشعب من مد غصن السلام لمن يدوس الغصن بقدميه ويطلق على قلب من يحمل الغصن الرصاص فالقاتل الذي يمنح الفرصة ليعيد التموضع ويعزز المواقع ويدفع المزيد من مسلحه لينقض الهدنة وينقض على الأحياء السكنية والمواقع العسكرية لا يفهم من عدم الحسم العاجل معه رغبة لدى الآخرين في السلام بقدر ما يقرأه من منظور إيراني باعتباره استسلاما وهزيمة تفتح شهيته لجولة أخرى أوسع من سابقاتها جولة لم تعد قيادات الميليشيات تردد عن الحديث عنها بعبارات كاشفة من قبيل سنرفع الصرخة من على ظهر الكعبة فهل تجد ميليشيا إيران ردا عاجلا عبر دعم نوعي لجيش قادر على صناعة النصر وبلوغ صنعاء